اشتركوا في القناة اذا هذا التنبيه سلمفعول الى غاية التسعة الليلان تنبيه اخر عن الرياح ساري المفعول كذلك الى غاية فجر صباحة الغد على كل من باتنا بسكرة أم البواقي خنشلة بسة ولا الجلال كذلك المغير حيث الرياح قد تصل بامكانها السبعين كيلو ماتر في الساعة اما خلال يوم الغد مصلحة الارصاد الجوية ترتقب باستقرار في حالة الطقس على المناطق الشمالية رغم ذلك خلال صباحة سحب مطيرة على المناطق الشرقية ليتحسن طقس خلال الظاهرة ان شاء الله دائما هبوب رياح قوية على منطقة الاوراس تصل غاية الخمسين كيلو ماتر في ساعة جوء مستقرة على الجنوب درجات الحرارة خلال ليلة اليوم طقس بارد على المرتفعة واليظام مع درجة واحدة فوق الصفر على المشريين عامة والبيت ساعة درجة على العاصمة كذلك غاردي 17 درجة على العقصة الجنوب أما خلال الظاهرة مصلحة الأرصاد الجوي ترتقب دائما تقص بارد على المرتفعة واليظام مع 12 درجة للجلفة المشريين عامة والبيت 21 درجة على وهران 22 درجة لتلمسان 29 درجة لكل من العاصمة تيزيوزو البويرة بجايز كدع النبو والتعرف 27 درجة لولياتين دوف 24 درجة للصحراء الوسطى كذلك مرتفعة الهوغار والتاسلية 29 درجة للمقياس على أقصى الجنوب البحر خلال يوم الغد ننتظر دائما البحر من قليل اتراب إلى مطر محليا تقريبا على طول الشريط السحلي رياح ضعيفة لم تتعدى 30 كم في الساعة أمطار خلال يوم الغد سيخوص كل من موريال بكندا نيويورك واشنطن وفانكوفير أجواء مشمسة على دالاس وكاليفورني 22 درجة أجواء مغشات على ميكسيكو 24 درجة نفس الأجواء على ميامي 29 درجة ورب الشمس اليوم الغد على مستوى العاصمة سيكون بحول الله في تمام الخامسة و 33 دقيقة أشكركم على المتابعة أمسي طيبة للجميع